في 12 اغسطس سنة 1952 كان يدوب عادة ايام على الحركة المباركة على انقلاب الجيش او اللي سموه بعد كده ظلما وزورا وعدوانا صورة يوليو بعد مضي كام يوم على الحركة تاعة الانقلاب بتاعة العساكر دي جماعة عمال في كفر الدوار افتكروا ان دي بداية عهد جديد الجماعة دول سمعوا كده ان قائد الحركة المباركة الجنرال محمد نجيب هيعدي من قدام بوابط المصنع اللي في كفر الدوار اللي هم بيشتغلوا فيه والمصنع ده تقريبا نكملك واحد خواجه الناس دي كانت عايشها بملاليم وعالكفاف ويقال ان في بعضهم كان صدر قرار بنائله الى كفر الدوار قاموا العمال دول عملوا مظاهرة وهتفوا باسم محمد نجيب لسه الدنيا فايرة ومحد الشام حاجة والملك والدنيا الدنيا بايزة يعني هب رح تجاد قوات الشرطة اشتبكت معاهم اتقاتلوا تقريبا عامل او اتنين وبعدين المظاهرات سكتت شوية وبعدين قاموا العمال تاني المهم يعني اتقاتل عامل تالت او عامل تاني والدنيا ولقت ثلاث ساعات ودخل الجيش قبض على ناس كتير جدا من ضمن اللي قبض عليهم اتنين عمال صغيرين في السن واحد اسمه محمد مصطفى خميس واحد اسمه البقري البقري يعني خميس كان عنده 18 سنة والبقري كان عنده 19 سنة وهو بتعميت لهم محاكمة عسكرية اصر الزباط بتقال الجيش انهم يعملوا محاكمة عسكرية للاتنين دول وقالوا ان الاتنين دول هما اللي عملوا كل الليلة دي الشهود قالوا ان محمد خميس ده كان اخد البندقية من ايد العسكري اللي كان بيتأهب لاطلاق الرصاص لكن اتعملت المحكمة من خمس زباط في الجيش وخلال 4 ايام صدر الحكم باعدام المتهمين خميس والبقري الدنيا قامت ما كانش عندهم محامي ترفع عنه خالص لما الناس سألت ليه انتم مستعجرين قوي على اصدار حكم الاعدام هيئة المحكمة الغير موقرة التي تتكون من خمس زباط قالوا معلش اصل الاجراءات الظروف تتطلب اجراءات سريعة سرخ خميس في المحكمة يا عالم ياهو هتولنا محامي على حسابنا وهم مش لقين ياكلوا رئيس المحكمة اللي هو كان ظابط وفي المحكمة ملقاش ولا واحد محامي قال ما فيش حد هنا معاه لصنص حقوق اتقدم واحد شاب رفع ايده كده وقال انا معاه لصنص حقوق اسمك قال اسمي موسى صبري تشغل ايه بصنص حقوق معاك لصنص حقوق قاله اه قاله ترافع عن المتهم ده موسى صبري اللي كان معاه قضايا قصدي ورق ولا يعرف اي حاجة ومعنوش اي حاجة ومش محامي اصلا هو خديج لصنص حقوق لكنه اشتغل صحفي قاعد يترافع موسى صبري في المحكمة وفي الاخر صدر الحكم باعدام خميس والبقري الغريبة انه كلهم زباط الجيش بعد كده كانوا بيتبرقوا من جريمة مقتل خميس والبقري ودي الحكم او ده الحكم اللي كسر عين الشعب المصري كله دي كده زي بيقولوا البلدي الجيش دبح القطة للشعب انه فدى عمل كارت ارهاب لشعب اي حد يتكلم اعدام حتى لو ما يستحقش الاعدام بيقولوا انه خميس قال لربنا قبل ما يتعدم يا رب انا جايلك خلاص جيت لك اهو او جايلك وهاشتكيلك من اللي عمله فيا يا رب انا كنت بعتف بحياة القائد بيقولوا كمان الشهود ان البقري سأل الشيخ وهو بيتعدم قال له يا شيخ هو اللي زي كده هيموت شهيد ولا ايه برضه الشيخ انسحب وجري كان واضح ان العساكر قرروا يدبحوا القطة للشعب ويضحوا باتنين غلابة بيجروا على قسر مساكينة عشان الحقيقة محدش يفتح بقهم من الشعب في اربع تيام صدر حكم بالاعدام على اتنين في اربع تيام وتنفذ الحكم انما مش مهم بقى القصة خلاص ربنا يرحم كميس والبقري انما قصتنا النهاردة عن الشاب الصحفي اللي انتحل صفة محامي هو ما انتحلش هو الرئيس المحكمة نادا محدش معالي صانس حقوق وقف الصحفي ده قال انا معالي صانس حقوق موسى صبرين واحد من اشهر الصحفيين المصريين في تاريخ الصحافة المصري كان اسمه بيتكتب بالنور ايام الرئيس السادات وكان الكاتب المفضل للرئيس السادات وكان رئيس مجلس ادارة ورئيس تحليل الاخبار موسى صبري واحد من امهر الصحفيين المصريين صعيدي مصري خريج لصانس حقوق وعلى دول عديد من الكتب اخرهم كتاب عن مذكراته لكن موسى صبري اللي احنا بنتكلم عنه دلوقت ده هو اللي كتب واحدة من الروايات الغريبة جدا دموع صاحبة الجلالة الرواية دي كتبها في السبعينات لكنها اتعملت فيلم تقريبا في التسعينات او يعني في بداية الاوال التسعينات اتنين وتسعين تقريبا الفيلم اتعمل فيه كوكبة من الموسيين الكبار فيه مثلا الاستاذ فريد شوئي فيه الاستاذ يحشيين فيه الاستاذ امينة رز فيه الاستاذ حسن مصطفى فيه صهير رمزي فيه شيرين كوكبة من الممسرين اتعمل بهم فيلم اسمه دموع صاحبة الجلالة الفيلم معمول على الرواية الرواية بتستعرض قصة شاب رسولي اشتغل صحفي اسمه محفوظ عجب واصبح هذا الاسم هو دليل او نموذج لكل الصحفيين اللي ظهروا في نهايات عصر السادات وبدايات عصر مبارك وحتى الان محفوظ عجب من شخص وصولي ما عندوش اي قدر من الثقافة ولا حتى من الشهرات تعليم الى انه يصبح اشهر صحفي الرواية دي او الفيلم ده اللي اخرجه عاطف سالم هو لا نتكلم عنه النهاردة الغريبة ان واحد من اشهر اللي اطلق عليهم محفوظ عجب كان الاستاذ سامير رجب في يوم ما كنت في مكتب صحفي كبير جدا ومهم جدا امش اقول اسمه واحد من اشهر صحفيين مصر هو الاستاذ عماد الدين قديد خلاص انا قلت اسمه وكنت في مكتابه في جاردن سيتي وانا وهو قاعدين قدام بعض كده الاستاذ عماد رجل دمي في الاخلاق بصراحة يعني ومؤدب جدا ورجل يعطي لأي حد حقه فجأتي بانه متنرفس جدا ومتعصب قوي فلما سألته هو في حاجة في زمان قال لي بالنص كده مش معقول سامير رجب ده ايه اللي كاتبه ده احنا عارفين الجيل بتاعي مين هو سامير رجب هو محفوظ عجب الصحفي الكذاب الوصولي المنافق فقلت له طب ما هو مش جديد على سامير رجب قال لي لا 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 اللي كاتبه النهاردة يعني كتير قوي رفع الأستاذ عمار الدين قديب تليفونه وكلم للأستاذ هيكل وقال له أستاذ هيكل شفت اللي كاتبه سامير رجب النهاردة انا مش سامع بسامير يقول ايه لكن الأستاذ عمار مسك الجورنال بتاع الجمهورية وقرى اللي كاتبه سامير رجب ايه بقى اللي كاتبه سامير رجب الحقيقة الرئيس مبارك كان في الوقت ده في أسبانيا وفيه في أسبانيا منتجع سياح اسمه مياركا تقريبا كتب سامير رجب انه عدد السياح في المنتجع ده في أسبانيا كلها وفي المنتجع ده تحديدا زادوا بشكل طفرة في تاريخ أسبانيا لما الرئيس مبارك زار أسبانيا طبعا دي ما كانتش نكتة لكن ده كان نموذج من النفاق الفائع قوي لدرجة الوقت السادس عمار قال الكارسة للرئيس مبارك يصدق الحاجات دي ان الرئيس مبارك لما نزل أسبانيا حصل طفرة في عدد السياح في أسبانيا وطفرة في إقليم مياركا تحديدا تخيل ترجمة نانسي قنقر